أفادت هيئة البحرين للثقافة والأثار أن الأجزاء المتساقطة من قلعة البحرين جزء من أعمال ترميم سابقة تمت في التسعينيات في شكل كسوة حجرية خارجية تقطي الجدران القديمة للقلعة وأشارت الهيئة إلى أن هناك فريقا من الخبراء العالميين عاكفين منذ فترة على إعداد المرحلة الأولى من أعمال الترميم وهي مرحلة الدراسات الأولية والتي تم فيها تقييم الوضع والحالة الراهنة لمبنى القلعة باستخدام التقنيات الحديثة لدراسة الحالة الإنشائية لها والمشاكل الموجودة فيها ولأجل ذلك تم استخدام المسح ثلاثي الأبعاد بالليزر وتحليل مواد البناء بغية تحديد مسببات التلف والعوامل التي أدت إلى تساقط أجزاء من الجدران الخارجية للقلعة وهناك فريق يتابع بشكل مستمر الحالة الإنشائية للقلعة